السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون مراجعة تراكمية للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثالث الفصل الثاني عشر فصل القياس السعة والكتلة نبدأ بحل المجموعة الأولى من هذه الأسئلة استعمل المربع لأجد المساحة الوحدة المربعة إذا طلب مني قياس المساحة نحسب عدد المربعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثمان وحدات مربعة الشكل الثاني نحسب عدد المربعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن خمس وحدات مربعة أضع خطا تحت العدد الزوجي ودائرة حول العدد الفردي كيف نتعرف على العدد الزوجي والفردي؟ أولاً الزوجي لازم يكون يبدأ بصفر أو يكون يبدأ بثنين يعني يكون أحدا أحدا الرقم الأول فيه أو أربعة أو ستة أو ثمانية بالنسبة إلى الفردي فردي الفردي يكون يبدأ بالواحد أو الثلاثة أو الخمسة أو السبعة أو التسعة فمثلاً الرقم الأول مائتين واربعة وثلاثين شوف بدأ بوين؟ بدأ بالأربعة بهذا الأربعة الأربعة عدد زوجي فقال لي العدد الزوجي نضع تحته وين؟ خط هذا خط تحت العدد الزوجي الرقم الثاني مائة وواحد وثلاثين أول رقم هذا بدأ بوين الأعحاد واحد اللي يبدأ بواحد يكون مادة فردي فنضع عليه وين؟ دائرة قال لي يضع دائرة حول العدد الفردي المائة وخمسين بدأ بوين؟ أحده صفر اللي أحده صفر يكون وين؟ زوجي نضع تحت خط سؤال ستة مائة واثنين وسبعين بدأ بوين؟ بدأ بالاثنين الاثنين عدد زوجي إذن هذا العدد نضع تحت خط قال لي العدد الزوجي نضع تحته خط سؤال سبعة مائة و تسعة بدأ بالتسعة في منزلة الأحاد بما أن التسعة التسعة عدد فردي فهو هذا العدد فردي نضع عليه وين؟ دائرة هذا بالنسبة للمجموعة الأولى من المراجعة التراكمية ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية أحوط الوحدة المناسبة لتر ميلي لتر لقياس السعة سعة فنجان القهوة بالميلي لتر إذن نضع دائرة على الميلي لتر وعاء وعاء الشوربة مثلا هل يقاس باللتر أو الميلي لتر هذا يكون إذا كان الوعاء كبير يكون باللتر إذا كان صغير جدا وهو طبعا هذه اللوعية تكون ماذا تقريبا باللتر ابحث عن الشيء الموضح صورته وأقدر طوله ثم يجد قياسه بالسنتيمترات هذه من الألوان الشمعية بالتقدير نحن نبغي التقدير والقياس الحقيقي طبعا دائجينا نقدر على صفحة الكتاب من خلال النظر التقدير يكون بالنظر انقدره مثلا بيكون ستة سنتيمترات ثم بعد ذلك يقوم الطالب أو الطالبة بالمصطرة لإيجاد القياس الحقيقي بالمصطرة على الكتاب فبيكون القياس هو سبعة سنتيمترات تقريبا طبعا تقريبا ممكن يكون ستة ونصف ممكن يكون ستة وفاصلة ثمانية ستة وتسعة ميلي بهذا الشكل فإحنا ما نقدر لازم نكتب ماذا تقريبا علشان يكون عندنا كلمة تقريبا تكون دائما أوسع للإجابة يعني ممكن طالب آخر يقدر سبعة ويطلع التقدير الحقيقي أو القياس الحقيقي كم ستة بالعكس فالتقدير يكون بالنظر والقياس يكون بالمصطرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر